الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد مشروع تعميم المعرفة يقدم في مجال النظرية الكلية النقدية وظائف النقود وظائف النقود أرجو أن تركزوا على الفرق بين ما يسمى وظائف النقود والطلب على النقود Functions of money is different أرجو أن يكون فيه الفائد العظمى لكافة أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمي حيثما كانوا في زمن الكورونا أرجو الله أن يحميكم جميعا وعلى بركة الله نبدأ إذن وظائف النقود الآن تتميز النقود لابد من أن أشير هنا إلى شيء مهم جدا بأن النقود لابد أن تتميز أن تتميز ببعض الصفات المروضة بعض الصفات المروضة منها أنها أولا سهلة الحمل يعني كان في الزمنات ما يسمى باقتصاد المقايرة إنسان يحمل 20 كيلو قمح على ظهره ويذهب حتى يبدلها بصوف وفلان يحمل الحديث حتى يبدلوا بسكر وهكذا فالاقتصاد الحديث يعتمد على النقود اللي هي ما يسمى بفايت موني فايت موني فأولا سهلة الحمل ثانيا قابل للتخزين ما بتخرب يعني ما بتعفن ما لا يأتيها خراب إذا خزنت لفترات طويلة والآن عنا قابلة للقسمة divisible بمعنى آخر يمكن أن نجزء الدينار إلى فلوس وإلى قروش وإلى أرباع وإلى أنصاف وهكذا على سبيل المثال والدولار كذلك الأمر أن النقوص صعبة التزوير ما يسمى بالكاونتر فيت بيكون صعب جدا جدا مقبولة من العامة والخاصة للغرض الذي يعني أنتجت ووظفت له وصادرة بموجب القانون النافذ هذه الصفات المرغوبة للنقود تختلف عن الطلب على النقود طلب على ذكرنا نحن في المقطع السابق بأن الطلب على النقود له دوافع إتمام المعاملات الدورية transaction demand مجابهة الطوارئ precautionary demand بدافع المضاربة أو الاستثمار ما يسمى بسبكورتب أو investment demand تختلف الوظائف عن لماذا نطلب النقود الآن أول تقوم النقود يعني بثلاث وظائف أو ثلاث وظائف ثلاث وظائف هي هذا خطأ هنا ثلاث وظائف رئيسة على النحو الآتي أولا أن تكون وسطا للتبادل وسطا للتبادل باللغة الإنجليزية يسميها medium of exchange أي تبادل الأشياء تكون وسطخية الطريقة يعني بواسطة النقود نتبادل الأشياء أنا أتبادل مثلا أجرة البيت بخمسين دينار أو بمئة دينار أو بخمسمائة دولار شهريا فصاحب البيت أو صاحب الشقة أعطاني الخدمة هذه مقابل النقود اللي سلمت إياها فالآن هذه من وظائف النقود وصفت أي تبادل الأشياء الملموسة وغير الملموسة كالبضائع تشمل البضائع والخدمات وتشمل العمل مقابل الأجر وهكذا وهكذا أي شيء بتفكر فيه أنه يعني يمكن تبديله مقابل النقود فالآن وسط التبادل هو النقود إلى هذه العملات العملات بصفتها وسط لتبادل الأشياء الملموسة وغير الملموسة هذه عملة للدولة هذه عملة للدولة دعني أغير اللون هذه عملة للدولة هذه عملة للدولة هذه عملة للدولة أخرى وهكذا وهكذا إذن أول وظيفة تقوم بها النقود بأنها وسط لتبادل لتبادل أشياء الملموسة وغير الملموسة الوظيفة الثانية التي تقوم بها النقود أنها مستودعة للقيمة أن تكون مستودعا للقيمة أي المقصود فيها أي أنها تحدد يضمها تحدد القيمة الإسمية والحقيقية للبضائع تحدد القيمة الإسمية والحقيقية للبضائع والخدمات التي يتبادلها الأفراد بوحدات قياس لا لبس فيها سأوضح بعد قليل على الرغم أن النقود قد تتعرض من خفاض قوتها بسبب ما يسمى التضخم شو المقصود الآن هذه العملات الآن هي مستودع على قيمة الأشياء فنقيم نحن هذا البيت بمئة ألف دولار نقيم كيلو غرام الذهب الصافي بخمسين ألف دولار نقيم مساحة الأرض هذه المساحة مثلا ألف متر مربع تسوى لها يعني تسوى ثمنا خمئة ألف دينار أو خمسين ألف جنيه وهكذا فهذه النقود العملات هي مستودع للقيمة مستودع للقيمة على الرغم من أن القيمة قد تنخفض أو قد تزداد حسب حال تتضخض أو التنفيذ فالمهم من وظيفة الثانية أن تكون هي مستودعاً للقيمة لقيمة الأشياء التي يتم تبادلها بين الأفراد والجماعات داخل الاقتصاد أو على مستوى العالمي الوظيفة الثالثة أن تكون وحدة حسابية المحاسبة unit of account هذه مهمة جداً جداً أي أن قيم الأشياء تكون بوحدات العملة المعيارية العملة المعيارية طبعاً وتكون النتائج المحاسبية هنا العملة المعيارية هذه النتائج المحاسبية معايرة بالاعتماد على وحدات النقد هذه فلا يجوز عفواً فلا يجوز فلا يجوز من ناحي معياري أن نقول مثلاً بأن أرباح الشركة كانت 100 دينار و 5 كيلوغرام من الفضة وبنائي في المكان فلاني إذ لابد من وضع قيم هذه الأشياء مثلاً هذه الفضة أو البناية لابد نوضع قيمة بوحدات العملة بصفتها وحدات معيارية إذن هي وحدة حسابية فهذه الوظيفة الثالثة الرئيسية التي نتحدث عنها هذه الآن العملات المختلفة لاحظوا لي بأنها وحدات حسابية في هذه الدولة التي تصدر هذه العملة هذه الدولة التي تصدر العملة وهكذا وهكذا أكون بذلك قد انتهيت من هذا التشجيل راجعاً أن يكون قد قدم الفائدة المجوة لكم جميعاً بإذن الله وإلى لقاء آخر مع مقطع جايد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله وبركاته بإذن الله وبركاته